الأوسع منذ سنوات أكثر من 55 بين شهيد وجريح ودمار واسع في المرافق والمنشآت حصيلة عدوان إسرائيلي جديد على سوريا عبر سلسلة من الغارات استهدفت نقاط عسكرية في محيط مدينة مصياف غربي محافظة حما وسط البلاد مصدر عسكري سوري تحدث في بيان مقتضب عن عدوان جوي إسرائيلي عند الحادية عشر وعشرين دقيقة من مساء الأحد نفذ من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى فيما أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة 36 جريحا بينهم 6 حالة حرجة العدوان الذي جاء على شكل دفعات واستمر أكثر من ساعتين تسبب بأضرار مادية واسعة ودمار في عدد من المرافق والطرق العامة واشتعال للحرائق في بعض المناطق الحراجية فيما سمعت أصوات الانفجارات النجمة عن الصواريخ المعادية وتصدي الدفاعات الجوية السورية لها في عدد من المحافظات السورية يذكر أن محيط مدينة مصياف شهد استهدافات إسرائيلية متكررة على مدى سنوات في إطار تصعيد إسرائيلي متواصل واعتداءات متكررة تطال مواقع عسكرية ومناطق مدنية في سوريا يولا حسين تلفزيون فلسطين دمشق ترجمة نانسي قنقر